طريقة الجاذبية طريقة الجاذبية تعرف أيضا برصد الجاذبية أو رسم الجاذبية هي تقنية جيوفيزيائية تستخدم لقياس الحقل الجاذبي للأرض تعتمد على مبدأ أن التغييرات في توزيع الكثافة في الطبقات الأرضية تسبب تغييرات صغيرة في التسارع الجاذبي عند سطح الأرض المبدأ الأساسي لطريقة الجاذبية هو أن المناطق ذات كثافة أعلى مثل الصخور أو رواسب المعادن تمارس جاذبية أقوى قليلا من المناطق ذات كثافة أقل من خلال قياس هذه التغييرات الجاذبية يمكن استنتاج معلومات حول الجيولوجيا الداخلية والقيام بتفسيرات حول توزيع التراكيب الجيولوجية والموارد بعض التطبيقات الرئيسية لطريقة الجاذبية استكشاف المعادن تستخدم الدراسات التي تحتمد على الجاذبية بشكل شائع في استكشاف المعادن لتحديد وتوصيف رواسب المعادن تختلف المعادن في كثافتها ويمكن للانحرافات في الجاذبية أن تشير إلى وجود رواسب معدنية كثيفة مثل الذهب أو الحديد أو النحاس من خلال رسم هذه الانحرافات يمكن تحديد حجم وشكل وعمق رواسب المعادن استكشاف النفط والغاز تلعب الدراسات التي تعتمد على الجاذبية دورا في استكشاف الهايدروكربونات أيضا غالبا ما يظهر الحوض الرسوبي الذي يحتوي على رواسب النفط والغاز انحرافات في الجاذبية بسبب التغييرات في كثافة الصخور تساعد بيانات الجاذبية في تحديد التكوين التركيبي للحوض وتقييم جاذبية المنطقة بشكل عام الخرائط الجيولوجية تساهم دراسات الجاذبية في رسم وفهم الجيولوجيا الداخلية تساعد في تحديد أنواع الصخور المختلفة والملامح التركيبية مثل الصدوع والطيات والإطار الجيولوجي العام للمنطقة يمكن توحيد بيانات الجاذبية مع أساليب جيوفيزيائية أخرى مثل الدراسات الزلزالية للحصول على صورة شاملة عن البنية الداخلية للأرض الاستكشاف الهندسي والدراسات الجيوتقنية تفيد قياسات الجاذبية في المشاريع الهندسية خاصة في تقييم استقرار المنشآت تحت الأرض مثل الأنفاق والسدود التغييرات في الجاذبية يمكن أن تشير إلى التغييرات في كثافة الصخور والتي قد تؤثر على استقرار مواقع البناء أو تشير إلى فراغات داخلية محتملة تحت السطح رصد البراكين يتم استخدام مراقبة الجاذبية لدراسة النشاط البركاني وتقييم المخاطر المحتملة يمكن أن تشير التغييرات في الجاذبية إلى حركة الصهارة تحت البركان مما يساعد على مراقبة التوتر البركاني وتوقع الانفجارات توفر الدراسات الطويلة الأجل للجاذبية بيانات قيمة لفهم هذه العمليات البركانية الدراسات البيئية يمكن لدراسات الجاذبية أن تساهم في الدراسات البيئية مثل استكشاف وإدارة المياه الجوفية يمكن أن تشير التغييرات في الجاذبية إلى تجمعات المياه تحت الأرض وهو أمر هام لفهم أنظمة الأحواض الجوفية وتحسين إدارة موارد المياه الطريقة المغناطسية تعتبر الطريقة المغناطسية تقنية استكشاف جيوفيزيية تستخدم لاستكشاف الطبقات الجوفية من خلال قياس التغييرات في حقل الجاذبية المغناطسية للأرض تعتبد هذه الطريقة على حقيقة أن الصخور والمعادن لها خصائص مغناطسية مختلفة ويمكن كشف ورسم هذه التغييرات يستند مفهوم الطريقة المغناطسية إلى مبدأ أن بعض الصخور والمعادن تحتوي على معادن مغناطسية مثل المغنتايت أو الهيماتايت والتي تظهر خصائص مغناطسية فعند تعرض هذه الصخور لحقل الجاذبية المغناطسية للأرض تصبح ممغنطة في اتجاه الحقل ومع ذلك يمكن تعديل أو تشويه الممغنطة بواسطة العمليات الجيولوجية مثل الطي والتصدع أو وجوب رواسب معدنية تستخدم الطريقة المغناطسية في استكشاف المعادن والدراسات الأثرية ورسم الخرائط الجيولوجية وهي مفيدة بشكل خاص في تحديد رواسب خام الحديد وكذلك المعادن المعدنية الأخرى المرتبطة بتباينات المغناطسية